موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أحباء الطلبة أصعد الله أوقاتكم من منصة جو أكاديمي نحييكم حصة تأسيس العضوية طبعا سلسلة هي سلسلة طبعا كثير من الطلاب يسألوا ليش إحنا عضوية قلنا العضوية هي الأهم بالنسبة للطلاب هي المشكلة أو زي ما تقولوا الهاجس الأكبر عند الطلاب التوجيهي أنه إحنا عنا مشكلة بالعضوية فأنا ارتقيت أنه أفضل تأسيس هو تأسيس العضوية بعد ذلك أي إشي بده تأسيس إحنا مجرد ما بلشنا دوقاتنا لا تنسوا أنه راح نعمل تأسيس وراح الراعي أنه طلابنا كانوا عندهم فجوة مبين الأول ثانوية للتوجيهي أو حتى من نص العاشر تعرفوا موضوع الأونلاين والانقطاع عن التعليم إحنا مراعين كل هاي الأمور فرح تكونوا في وضع الأسلم والأفضل بإذن الله تعالى فرح نكمل تأسيسنا في العضوية إحنا عشان نكونوا واقعيين يا جماعة وتكونوا عارفين إحنا أول إشي بلشنا بإشي اسمه الهايدرو كاربونات والهايدرو كاربونات أبارة عن كاربونات تحتوي على كربونوهايدروجين وكانت تشمل الألكنات ثم الألكينات ثم الألكينات ثم اللي هي المركبات الأروماتية العطرية اللي هي قلنا الألكنات فيها كاربونا وهذه الألكين رابطة ثنائية الألكين رابطة ثلاثية ثم المركبات الأروماتية حلقة بنزين سي سيكس اتش سيكس حلقة سدسية جواة دويرة تمثل عن حركة دويرة إلكترونات الرابطة الثنائية اليوم رح نكمل عضوية كربون وهيدروجين بس كربون وهيدروجين وإشي هسأتذكروا أنا في أول حس التأسيس وفي إشي يكون مرتبط مع الكربون وأصدقاء الكربون نيتروجين أكسجين مثلا فلور كلور بروم يوت كبريت إلى آخره في أصدقاء وهؤلاء الأصدقاء مشهورين جدا هذه الأشياء اللي رح نشوفها على السلاسل الكربونية الآن بدنا ندأ يعني بتشي شي بيميز المركب العضوي بكون موقع فعال بسموه المجموعة الوظيفية ما تغير اللون مع أننا اخترنا لون بس بجوز وهاي لازم نعطيه الإشارة هاي المجموعة الوظيفية احنا بدناش نقع نحفظ شو يعني مجموعة الوظيفية هي مجموعة من الذرات مجموعة من الذرات قد تميز قد تميز المركب العضوي الذي توجد فيه وتقوم مركز النشاط لما نقول مركز النشاط الكيميائي هاي لما تدخلوا على التفاعلات في التوجيه بتعرفوا شو يعني مركز نشاط شو يعني مكان يحدث به التفاعل وسوف يتم دراسة العائلات التي تحتوي على هذه المجموعة الوظيفية في عنا مجموعة من العائلات رح ندرسها إحنا وإياكم لا بأس فيها عددها هاي كل عائلة طبعا المركب العضوي أساسه هنا بقولكم فيه كربون وهيدروجين وراح تشوفوا أشياءات هاي الأشياء هاي اللي بتميز المركب العضوي وبصير ينتمي يعني هسه أنتو مثلا خلينا نقول العلماء قالوا حط الرابط الثنائي اعتبرها مجموعة وظيفية لأنها بتميز الألكيم والرابط الثلاثية اعتبرها مجموعة وظيفية مع أنه هو شو عرفها قال عبارة عن مجموعة من الذرات لكن هي تميز المركب العضوي هسه الآن احنا بالنسبة إلنا رح نشوف ذرات تميز السلاسر الكربونية بالإضافة للكربون والهايدروجين رح تشوف إشي هذا الإشي هو بميز المركب العضوي وساعتها بصير اسم عائلة وهو يعني اللي بميز هذه العائلة وجود هذا العنصر أو العنصرين أو إلى آخره تعالوا نشوف أول عائلة من عائلات المركبات العضوية اسمها هاردات الألكيل Rx الطلاب بقول لك شو يعني R أستاذ من قلهم R مبدئيا أنتو بتعرفوها أن مجموعة الكيل هي في العلم لكن إحنا منحكي للطلاب إيش يسهل علينا أستاذ هي كربون أسهل طريقة تحقوا عنها شو هي R كسلسلة كربونية بجوز واحدة وبجوز كامشة من الذرة إذن R شو هي أستاذ ناهر كاربون طب تعالوا نشوف X X شو هي X هي X هي عبارة عن هالوجين إيش هي هالوجين يمثل مجموعة من الهالوجينات الهالوجينات عندكم في مادتكم في الجدول الدوري هم المجموعة السابعة اللي هم أربع ذرات عبارة عن هالوجينات هل تشوفهم على السلسلة الكربونية ولذلك أول ما أشوف سلسلة كربونية فيها هالوجين على طول العائلة تدعى هاليد ألكل ما الشيء الذي يميزه كذرار مركب عضوي X إذن هذا عبارة عن هاليد ألكل إيش هو هو هليد ألكل الآن تعالوا نشوف تعرف وين مشكلة الطلاب حتى لما يدخلوا على التوجيه هو بيعطيه تفاعلات بس الآن التفاعلات احنا ما بناخده تفاعلات احنا بنأسس الأساسيات تبعه الأول تناول الطالب بعرفش أنه هذا هليد ألكل لما أنت ما تعرف العائلة من هي أنت لما بدك تشوف شخص بدك تعرف عليه هذا فلان هذا محمد هذا محمود إذن أنت بتعرف تتعامل معاه لأنه أنا يعني أنا كأستاذ مرات بمر عليه طالب مرة طالب وقفني بدرسه قبل خمسة عشر سنة بيعرف عن نفسه أنا الدكتور أنا الدكتور ما حكريش شو اسمه قال يسألني مش عارفني قلت له لا الله ما أنا عارفت فالآن أنا مش عارفه لأنه بس ذكرني في اسمه كذا يعني يستدليه الآن طالب لما يدرس مركب عضوي ومش عارف أنه رأيكس تاني هجدت الكل عنده مشكلة صراحة بصير في العضوية بصير يقول العضوية صعب يضي العضوية بس هي مجرد معرفة العائلات بشكل صحيح أسا كيف أسمي أو كيف أتأ يعني أنا هنا عرفت لكم هليد الألكل هو نفس الألكان صراحة نفس الألكان بس بيستبدلوا اتشاعت من الألكان بذرات هالوجين ما بهمناش تعريفها صراحة بس هو نفس صيغة الألكان زي سي اتش فور مثلا اسحب لك اتش وحط محلة هالوجين أو ثنتين أو إلى آخره ساعتها بصير العائلة اسمها هاليد ألكل إيش اسمها؟ هاليد ألكل إذا الآن صرنا نعرف إحنا أنه بس أشوف مركب عضوي كربون هيدروجين عليه هالوجين هذا هاليد ألكل كربون مع هالوجين كربون مع هالوجين هذا هاليد ألكل فأستاذ كيف بنا نقدر نسمي إحنا صراحة منركز على تسمية كتابة صيغة هذا أكثر إشي بدنا إياه في العائلات المركبات العضوية تسمية هاليدات الألكل أولا نضع أرقاما تشير إلى مواقع اتصال ذرة الهيدروجين في السلسلة الكربونية طب يا أستاذ إحنا بنختار السلسلة الأطول طبعا بدنا نجد نظلنا نكرر هسا إحنا موضوع السلسلة الأطول هذا أيوباك ابحث عن أطول سلسلة بس إذا فيها هالوجين اجعل رقم ذرة الهالوجين رقما أقال فيه أطول سلسلة تم اختيارها يوضع بعد الأرقام اسم المقطع المتعلق بالهالوجين هسا إنت شفت هالوجين شو بدي أسميه إحنا بنعرف أنه اسم أطول سلسلة طبعا طلعوا اسم أطول سلسلة الآن في هاليل الألكين رح نسميه حسب الألكان ذرتين إيثان ثلاثة بروبان أربع بيوتان وهكذا لكن أنا مشكلتي مع الهالوجين صراحة هسا بدكم تعرفوا أنه بجيب اسم الهالوجين ها طلعوا التسمية تبعتها هيك أختصروا لكيها بقولوا اسم الهالوجين أنا بختصرها بكلمتين اسم الهالوجين زائد واو اسم الهالوجين زائد واو يعني فلور شو مندلعوا فلورو ها فلور شو منقلوا فلورو طب كلورو أستاذ ماهر مندلعها كلورو طب بروم برومو طب يود بقولوا لها أيودو هسا الطلاب بقول لك ليش ما تقول يودو اللي بتكوية هي أيودين أيودو عرفتوا كيف تلفظ أيودو طيب إذن لما بتشوف هالوجين على اساسة الكربونية بتسلح خواه كلور كلورو بروم برومو يود يودو أيودو ماشي الحال زائد بعد هيك تعطيها اسم الألكان المقابل لأطول سلسلة يقول بقى لكم أنا اختصرت كل الكلام كلمتين ورد غطاءهم بشوف الهالوجين بعطي واو شو بعطي واو بعدين بقول اسم الألكان هسا واحد بقول لك طب ما هو الألكان أستاذ الألكان بس يكون كربون وهيدروجين يشتق من ألكان هل يكيف بالتالي بترجعها أنت تشاطرش على الأيوان خلاص بقول لك اسم الألكان المقابل لأطول سلسلة تمام ثم يكتب لإسم المستقبل الألكان بدكوش تقرؤوا هذول تقرؤوا هاي هالوجين مع واو هالو هالوجين مع واو مع اسم الألكان مع اسم إيش الألكان يلا نعيش لحظات تسمياتنا للمركبات العضوية هسا تطلع علي إذا بدكو الصح أنا معطيكو ست سبع ثمن أمثلة وبدناش يعني ندخل في لعبة التسمية بعمقها لكن منا نسمي صراحة مطلوب منا نسمي CH3F اللحظة هاي هسا أنا مطلوب منا نسمي بالتوجيه مش مطلوب صراحة التسمية CH3F أول إيشي شو رأيكم تعرفوا إنه هذا هاليد ألكل كيف أستاذ ماهر هاليد ألكل كربون مع فلور إذن هذا ريكس آر إكس ماشي الحال مدام ريكس هو هاليد ألكل طب ممتاز هاليد ألكل فلورو ميثان فلورو ميثان طب ممتاز ليش فلورو لأنه في فلور هايها فلور دلعناها بفلورو طب ليش ميثان اسم أطول سلسلي عبارة عن ذرة كربون واحدة وإحنا قلنا في طلاب قول لك طب وصها CH3 هي ميثيل تسمى على اسم ألكل لا تسمى على اسم مشتق من اللي هو مجموعة ألكل إيه هو طريقة تسمية شيعة بس بدناش إحنا منسمي أيوباك فلان فلور فلورو ذرة كربون واحدة ميثان فلورو ميثان طب لو كانت كلورو كلورو ميثان حسب عدد ذرات ايه كربون طي تعالوا لشوف هاي عبارة عن ذرتين كربون شايفينهم واحدة ثنتين ثنتين كربون عليهم هالوجين شو العيلة هاليد ألكل واللي بعرف يقول هاليد ألكل هو عنده المشكلة بيقول لك العضوية الصعبة لا يا حبيبي أدرس عضو ذلك صح بتلاقيها تابها ذرة ذرتين شو العائلة هاليد ألكل طب فيه كلور آه كلورو إيه طب ليش كلور كلورو لأنه فيه كلور طب ليش إيه هاي ذرة ذرتين ذرتين كربون ذرتين كربون طيب هسا في طلاب بيجوا بقولولي يا أستاذ ماهر طب مهم ذرتين ليش ما نقول واحد كلورو إيثان يا جماعة هذا المركب لو جيد عكسته هيك طلعوا CH2 CH3 وحطيت الـ CL الأيوباك قال عدة من الطرف الأقرب للمجموعة الوظيفية هذول ذرتين كربون فيش داعي للرقم خلص من هون على الأولى ولو عديت من هون على الأولى وبالتالي الكلور بذرتين كربون لما تكون هالوجينة واحدة بتغير شمكانها نهائيا يا على الأولى من اليسار وإذا عكسته على الجهة الأخرى بتظل أولى لأنك بتعد من جهتها طب إذا صار طول السلسلة أستاذ ماها ثلاثة ذرات كربون وعليهم ذرة هالوجين يعني هالو واحدة هالو واحدة تذكروا هالي الآن آه والله بدنا نكون من تبهين ومرقزين واحدة تنتين ثلاثة إجا الأيوباك كان واضح قال لك لبرومة هاي لما يكون ثلاث ذرات عقلك معك ثلاث ذرات هالوجين كربون آسف وعليهم هالوجين بغض النظر مين أستاذ نحط على الأولى ولا على الثاني طب ما هو فيه احتمالين يا تكون على الأولى يا على الثاني السواحي بقول لك حلوة ممكن على الأولى وممكن على الثاني وممكن على الثاني بتقول له أنت الآن دخلت في إيش دخلي غلط رب ليش دخلت دخلي غلط لأنه دخلت في الغلط بتقول كالتالي شو يعني تصاوغ دخلت الهالوجين تغير مكانها من الأولى للثالي لشان هيك لما قالوا رقم من جهة الهالوجين وان تو ثري واحد برومو بروبان واحد برومو بروبان الآن طب أستاذ إذا نقلناها وحطناها على الثاني زي هيك واحدة تنتين ثلاثة شو صار اسمه اثنين برومو بروبان اثنين برومو بروبان هون الطلاب بصيروا بقولوا طيب يا أستاذ درتين ليش ما رقمتش لكلورا ما نقول له شغل مخط زي ما شرحت درتين كربون عليهم كلورا واحدة يعني بحكي هالوجينة واحدة حطيتها من هون ولا من هون رقمها واحد فيش داعي للترقيم لكن ثلاث شغل مخط معي واحدة اما على الأولى واما على الثاني هسا في طالب بقولك طب ممكن تجي على الثالثة نجيبها هون ما انت بتعد من جهتها بتصير على الأولى فبالتالي يا على الأولى يا على الثاني هذو المصاوذات بسموها طب أستاذ إذا أجل فرع وذرة هالوجين عادي الفرع يعامل بنفس المثل بس طبعا هم برتبوا حسب ايش تسلسل الأحرق الآن تعالوا نشوف هاي أطوى السلسل وان تو ثري طيب حلو كلام واحدة ثانتين ثلاثة في فرع على الثرة الثاني مثيل وفي فرع على الثرة الثاني اسمه مش فرع فيه هالوجيني منعامله زي كأنه تفرح بالضبط شو بنقول اثنين برومو ها اثنين برومو واثنين مثيل ها اثنين برومو اثنين مثيل طبعا أتوسس لآخر إشي دائما هسا لما كانت تسمية داخلي في الوزارة اللي يجي يقول اثنين مثيل اثنين برومو ما كانوا يحاسبوا يقولوا له غلط بس هي بالنسبة إلنا برومو بعدين اثنين برومو بعدين اثنين ايش مثيل هي لأكثر دقة طيب افرض يا أستاذ ماهر كان في ذرتين كربون وعليهم ثنتين هالوجين زي هي طلعوا هاي واحدة ثنتين وعليهم هالوجيني هالوجيني شو نقول الطلاب أقول لك عادي أستاذ قول ثنتين برومو عادي ما احتفقنا لما يكونوا الفرعين من نفس النوع بالكيل كنا نقول ثنائي ثلاثي ونفس الإشي هون ذرات الهالوجين بتعبر عنهم ثنتين ثنائي ثلاثي ثلاثي أربع رباعي وهكذا الآن واحدة ثنتين ثنتين بيجي الطالب بقول لك أستاذ ثنائي برومو إيثان بتقول له طيب أنا موافقك مش أنت بدك ثنائي برومو إيثان طب لو جيت أنت ها تكتب هاي الصيغة ثنائي برومو إيثان مش إيثان ذرتين كربون ها أستاذ طب لما تقول لي ثنائي برومو وين اللي برومات ها يجيب وقول لك على الأولى وعى الثاني طب ليش ما يكونوا على نفس الذرة مثلا عرفتوا كيف فلذلك لما بيكون ذرتين هالوجين على ذرتين كربون بدي أحدد مواقعهم لأنه ممكن يقعوا على نفس الذرة وممكن يقعوا على الأولى وعى الثاني فلا يباك كان واضح لاحظوا هون هالوجيني واحدة هايها كلورو إيثان اللي بحط اللي بحط واحدة كلورو إيثان يأخذ سفرة لأنه خطأ تسمي لكن هون يا شباب يا بنات يا شباب ثنائي برومو إيثان ثنتين برومو طب وين مكانهم هون على الأولى وعى الثاني برابطا بقول واحد فاصل اثنين ثنائي برومو إيثان طب أستاذ ممكن يجوهم على نفس الذرة طبعا ممكن يجو وطلعوا هاي واحدة ثنتين ذرتين كربون بس وين اللي برومات قعد من هون واحد اثنين ثنائي برومو إيثان ثنائي برومو إيثان طب أستاذ ممكن يجو ثلاثة برومو طبعا ممكن بدل الاتش هاي يجو ثلاثة برومات في ساعتها بصير واحد واحد ثلاثة برومو إيثان ما بصير أتركها بدون ترقيم إذن الآن اتذكروا في الهاليذات الالكل لما يكون عندي ذرتين كربون شوف ذرة فاش عليها ترقيم لأنه شو ما كان عليها كلهم هالوجين ولا مش هالوجين ما بتبقى فيش غير ذرتين كربون واحدة بس ذرتين كربون عليهم هالوجينة واحدة لا يجد ترقيم هون طب إذا بلشوا يكثروا على ذرتين كربون هالوجينتين ثلاثة أربعة لازم هون ترقيم وإنتوا كونوا مقتنعين خلينا نكون منطقيين يعني أنا بنفعش أجي أقول لكم مثلا أكتب صيغة أكتب صيغة لمركب عسبيل المثال خلينا نشوف ناخد لون ثاني زقنا من اللون الأحمر أكتب صيغة لمركب وما أحدد أرقامه يعني متخيلوا يجي يقول لي ثلاثة برومو إيثان هذا الاسم خطأ طب ليش؟ لأنه إيثان ذرتين كربون طب ثلاثة برومو كم برومو أستاذ مير ثلاثة طب وين أحطهم؟ والله جعبا لي أحطهم على نفس الذرة في واحد يقول لك طب شو رأيك تحط لنا ثنتين هون ووحدة هون مشان هيك يا جماعة خطأ كل هذا الحكي لما بيكون عندي ذرة كربون وحدة هايها هون هيا كلورو قلنا لا يوجد ترقيم هيا ذرتين كربون عليها هالوجين وحدة هالوجين واحدة بس إذا صار في هالوجينتين أو أكثر هون لازم ترقيم ها لازم ترقيم هيني حكيت وركزوا في هذا الأمر بتمنى الجميع يكون امصح صح طيب شوف هذا هاي مثال آخر هاي والله فيه كمشات فلور هذول تطلب ذرتين كربون وحدة انتين أرقب من هون ولا من هون نفسه طب ليش استثمار لأنه فعليا هون في فلورتين وهون في فلورتين هسأ طال بقول لك طيب لو كان هون فلورا وهون فلورتين بعد من الطرف اللي عليه فلورتين لأنه عارفين لازم الأولويلا اللي عليها تفرعات أكثر فالآن واحد اثنين شو بقول واحد 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 اثنين اثنين طب ليش واحد واحد لأنه فيه فرعين فلورتين طب هالوجينتين وليش اثنين اثنين برضو لأنه فيه هالوجينتين طب نقول ثنائي وثنائي ولا نقول رباعي لا منحكي رباعي فلورو إيثان طب ليش رباعي يجمعوا أربع هلو جينات واحد واحد اثنين اثنين رباعي فلورو إيش إيثان طيب الآن لو واحد أجع باله يسمي مثلا أو يكتب أي صيغة أي مركب عضو عرفته كيف أي مركب عضو يعني فيه على طول يعني يكتب صيغة أي مركب عضو قصدي بالهليد الألكل هليد الألكل لما أنا أجي أكتب صيغة يعطيني زي هيك سي أتش تو سي أل سي أتش سي أل سي أل طردًا كان فيه الصيغة ماشي الحال قد يكون المركبات مش موجودة بعضها منفترضها افترضات بجوز مركبات حقية مركبات بس احنا منسمي أي مركب تفريقش معنا أول إيشي هذا هليد ألكل شو اللي بيميز هليد الألكل الـ RX X اللي هي هالوجين طب فيه هالوجين كم شات طب أستاذ رقم من اليسار ولا من اليمين يلا في رأيكم وين الدقة يسارا أم يمينا أستاذ مبيني أستاذ هون فيه كلورتين هون كلورا بعد من هون واحد اتنين بقول واحد فاصلي واحد فاصلي اتنين كلهم من نفس النوع واحد فاصلي واحد فاصلي اتنين ثلاثة كلورو طبعا هون الطلاب يا عيني عليكم شو بدو يسأل طب بلكن كانوا برومتين وكلورا هدي بقول ثنائي برومو واحد واحد ثنائي برومو اتنين كلورو إيش إيثان عادي بس إحنا برضو كمان بدناش نبالغ بموضوع اللف والدوراني كثير في التسمية لأنه إذا بدنا ندخل على لعبة التسمية مضبوط بدنا كل عائلة نعطيها ساعة وساعة ونص وهيك ساعتها صار في مبالغة في التسمية وإحنا بدناش ندخل على المبالغة بالتسمية صراحة طيب تعالوا نشوف العكس شو رايكوا بالعكس أكتب صيغة بنائية لكل مما يلي حلو؟ يعطيك اسم وانت بتكتب صيغة أنا معطيك واحد كلور وبيوتان انسى الصيغة اللي أنا كتبت تعالوا أكتبها أنا وياكو بيوت أربعة بيوت أربعة أكتبها حاف بدون ولا إي إتش طب واحد كلور وين اللي كلور؟ على الأولى طب لو كتبها بدون واحد والله راح تقع في حيرة هي على الأولى ولا على الثانية بس هو أقول لك على الثانية لا ما هي على الثانية من هون ولا على الثانية من هون نفس الإشي يعني حطيت كلور هون ولا هون إذا عديت من هون 2 وإذا عديت من هون 2 بس هي وين مكانها على الأولى طب الزيز أحطها شمال ولا يمين ولا يعني فوق ولا تحت ولا على اليمين زي ما بدك هاي كلور حلو؟ عبيت شاتك H3 H2 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 CH3 CH2 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 CL واحد كلورو هايش بيوتان طب ممكن تسمي لنا هاي تكتب لنا إياها اثنين برومو بنتان بنت خمسة 1 2 3 4 5 تمام يلا نشوف اثنين برومو بنتان بنت على خمسة بروم يعني بي آر برومو على أي ذرة ها ايه لازم برومو في حرف واو ناقص برومو ماش الحال مش برومو برومو ماش الحال آه السريع يلا الثاني بدكوا من اليسار ولا من اليمين إذا من اليمين عادي ومن اليسار عادي طب أنا بدي هاي حططهم من اليسار أنا بدي أبدأ من اليمين انت يا أمنوا قدروا ما استطعتوا خمسة كربون 1 2 3 4 5 هاي CH3 وهاي H طب ليش يا أستاذ واحدة تنتين ثلاثة طب هاي واحدة تنتين H2 اعتقد تعدينا هالمرحلة واحدة تنتين H2 وهاي H إث ماش الحال هاي أبارة عن إيش صيغة 2 برومو بنتان طب لو يا أستاذ جاب لي صيغة زي هاي على سبيل المثالية الله ناخذ لنا مثال هاي كمان على التسمية قال لي سمي المركب التالي مثلا 2 برومو 2.3 ثنائي ميثيل بيوتان حلو تعالوا نشوف شو بصدره مركب شكله كبير قصيغة هلو هاي نعرض الخط ويا نشوف بيوت كم حبة آه بيوت أربعة 1 2 3 4 ممتاز 2 برومو بنبدأ نوزع الآن طبعا انتوا بتحطوا روابط مش عارفين لسه ما ببدأ ايام نجهز يعني حالنا 2 برومو على الثاني بتكوا تعدوا من اليمين أو من اليسار زمتكوا أنا بدي أعد من اليمين 2 برومو هاي خلصنا من 2 برومو طيب أستاذ ماهر شو فيه كمان الثاني والثالثة مثيل الثاني في مثيل وعالثالثة في مثيل يا السلام دلعني شو بتكوا أحسن من هيك عبي اتشاتك يلا هاي السي عاملي رابطة واحدة اتش اثري مشان هيك باعدت انا روابط عشان نقدر ندحش الاتشات طب واحدة 2 2 3 والله بدها اتش طب هاي 1 2 3 هاي أربعة روابطة خالصة بتجي تدحشلة اتش والله اتحر رابطة 2 3 4 وبعدين ايش اتش اثري اذا الآن احنا نتكلم عن مركب عضوة عائلة عضوية اه منقول لو نحكي عنها اسم العائلة هاليد الكل الصيغة ار اكس اسم المجموعة الوظيفية هالوجين ايه والله دلعنا الاستاذ هاي البطاقة الشخصية تبعتها اول ما تشوف هاليد الكل هويتك وقول لك انا هاليد الكل صيغة الريكس المجموعة الوظيفية تبعتي هالوجين طب من هم هالوجينات فلورو كلورو برومو يودو ساعتها بدكوا اسهل من هيك ما فيك عائلة مناش نخوض اكثر من ذلك ونضيع وقتكوا في وقتنا في هذا الاشي طيب لدينا عهلة مرتبة مشهورة جدا الكحولات الطلع بس يسمعوا كحولات فكروها انه كحولات يعني اللي هي الخمرة الله يبعدها عن الجميل الخمرة هي نوع من انواع الكحولات نوع واحد بس فيه كحولات يعني بتموت بنفس اللحظة عائلة كبيرة مركبات كثيرة جدا وبالتالي بدنا نحاول ندرسها احنا وياكم الكحولات R-O-H R-O-H أيوة طب R شو هي استاذ ماهر اتفقنا خلص خلينا ندلعها كربون طب O-H هي مجموعة هيدروكسيل سلسلة كربونية عليها هيدروكسيل O-H هي رباكو هيدروكسيل واحدة بس مش اكثر هذه كحول خلص شو العيلة كحول اذا الان ما الذي يميز الكحول O-H سلسلة كربونية عليها O-H تسمى العائلات بالكحولات الكحول مركبا عضويا تميز بوجود مجموعة اسم مجموعة الهيدروكسيل في تركيبه O-H حسا كتسمية للكحولات وكصيغة عامة هسا بحكي لكو عنها عفكرة يعني حتى الصيغة العامة قبل مروعة التسمية C-N H2N زائد 2 اذا بتوصلوا لهون لحالها بس لحالها الشقف الأولى الكان وبس معليها O-H نفس صيغة الألكان بس معها O-H نفس الصيغة الجزائية للألكان شو معها O-H راح حكيلكو عنها هسا كمان اشوي كيب بيسموا الألكنات كالكحولات كالعادي مندورها أطول سلسلة شو بيقولوا اسم الألكان ها وبسدولوا المقطع واو لام هاي تسمية الكحول يعني من من الآخر بيقولوا الكانول إذا بتلفظها مع بعضها الكانول يعني كحول شو نهايته واو ولام فالكحولات هي عبارة عن ما تسمى ب مركبات عضوية مجموعتها الوظيفية التي تميزها كبطاقة شخصية إلها هي عبارة عن هايدروكسيل هايدروكسيل فبالتالي بيسموها بيقولوا اسم الألكان ماش الحال مع ايش المقطع واولام واح بيقول لك وال وال الكانول شوفوا هون خطوات تختصرت لكم خطوات التسمية بكلمتين تعطى مجموعة الهيدروكسيل رقما أقل هاي منتفقين عليها كمجموعة وظيفية الأولوية للمجموعة الوظيفية دائما وإن كان يوجد تفراء يعني فيه هيدروكسيل وتفراء هي أولا ثم يلي إيش مجموعة اللي هي متفرعة كمجموعة لكن يجب إضافة المقطع واولام إلى اسم الألكام مموراة ارتباط مجموعة مواضع موضع يعني وين مرتبطة مجموعة الهيدروكسيل طبعا هذا كله قصص تترجم أنا مرات عفكرة بقرأ نص بس الطالب عفكرة ما بحب يقرأ مرات نص لفظي بحب الترجمة إلها في صورة التفاولات تعالوا نشوف يلا CH3OH تمام كحول بزقف لك والله لما واحد بقول لي كحول يعني خصونا احنا في التوجيه من ركز على التفاولات على العيل فالطالب إذا عرف العيلة أنا بكون يعني ممتاز إذن هذا كحول طب منا نسمي أستاذ مهر ذرة كربون واحدة الكان ميثان وفي او اتش حط اللي ميثانول شو هو ميثانول طب إذا كان ذرتين كربون هيا ذرتين إيثان وحط اللي إيثانول طب هون لا يوجد ترقيم ذرة أو ذرتين كربون في الكحول طب ليش لأنه الو اتش موقعها فش إلها تغيير موقع وهون كانت يسار ولا يمين هون يمين جيبها له بضر قمها إيش ماله واحد على الجهتين فبالتالي مش راح يطلع مجموعتين واتش مجموعة واتش وهذه طب أستاذ ماهر ثلاث أيوة ثلاث لازم أشغل موقع الخاوة بدي أحدد موقع مجموعة الهايدروكسيل ثلاثة فما فوق لأنه ممكن على الأولى وممكن على الثانية تطلعوا لحالكم هايها كصيرة واحدة ثنتين ثلاثة طبعا ما بعدش أطوى سلسري هسه بدور على أطوى سلسري بس برقمش إذا بدك ترقمه شو الترقيم الصح أستاذ ماهر الترقيم الصح أن تبدأ من الطرف الأقرب لمين للمجموعة المجموعة الوظفية بحي تأخذ رأيكم أنا أقل في أطوى سلسري تم اختيارها واحد اتنين ثلاث أي أطوى سلسري واحد بقوله بروبان بس منحط اللو بروبانول هسه أنت كطالب قارئ صيغة واحد بروبانول شو يعني أستاذ مارياني على الأولى في إيش ها على الأولى في أو لأنه الأول تعني أو إتش عاي ذرة عالذرة رقم إيش وأحد لكن لو قلبت بالنص من الطرف إلى النص صارت اثنين بروبانول واحد اتنين ثلاث هاي أطول سلسلة واحد اتنين ثلاث اتنين بروبانول ليش اتنين على الثاني في أو إتش طب ليش قلتوا أول نحنو خلاص الأول تعني أول شو تعني أول يعني هون هذا كحول شو عديت أطول سلسلة لقيته خمسة بنتانول لقيته عشرة ديكانول مدام في أو إتش بس وين الأو إتش بدنا نعرف موقعها هسا الآن هاي أطول سلسلة طب ممتاز واحدة ثلاث فيه اتنين عادي من أول إش التفرعات بعدين اسم أطول سلسلة فيه على الثاني مثل هاي اتنين مثيل ماشر حال اتنين بروبانول اتنين مثيل اثنين بروبانول طب أستاذ ماهر لو كانت هيك CH3 CH OH CH CH3 الرقم من وين أستاذي أستاذي قال لك أنه الأولوية للمجموعة الوظيفية خلاص خذوها بكل المجموعات الوظيفية وين الأولوية للمجموعة الوظيفية عد من هون من عند الفرق ولا لا من عند المجموعة الوظيفية يعني غصب عني من يبدي عد من الياسار واحد اثنين ثلاث اربعة تمام اه أستاذ عادي هسه بنبدأ بالفرع ثلاثة مثيل اثنين اربعة بيوتانول ثلاثة مثيل اثنين بيوتانول واحدة ثلاثة ثلاثة اربعة ما من عنده من شان هي قلة يجب إضافتها طلعوا ارجع لك يجب إضافة مقطع أول على اسم الألكام مع مراهعات موقع مجموعة بحيث وضع رقم ويكون الرقم الأصغر يعني ما بصير تقول لي اثنين مثيل ثلاثة بيوتانول تعكس من هون لا الأولوية للأو إتش وتعودوها يا جماعة هسا رح يمر علينا عائلات كثيرة أي سلسلة كربونية يظهر عليها مجموعة وظيفية الأولوية للمجموعة الوظيفية في الرقم الأقل وليس التفر وليس التفر ديروا بالكم عليها طبعا هون زي ما أنا كاتب يجب تحديد موقع المجموعة للأو إتش في أطول سلسلة تم اعتبارا من ثلاثة ذرات كربون فما طوح طبعا هون في زي شحطة لازم يكون واضح تماما أو إتش طب أكتب صيغة بنائية لكل مما يلي ما يواه أكتب صيغة بنائية هذا النمط نمط حلو اثنين بنتانول بنت خمس درات واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة طب تحبوا هيك مضحة هون للي بيحبوا يشوفوا طريقة كتابة الصيغة بنت خمسة طب اثنين أول ها والله أستاذ على الظرات ثاني بتكون من اليسار والهمين زي ما بدكوا أنا بدي أمشي زي ما بدي أنا مش زي هون حر أنا طب اثنين بنتانول هايها عالتاني واحدة تنتين وبعدين عبّي اتشاتك يلا طب واحد حطة من هون صح وحر يعد من وما بده سي اتش ثري سي اتش تو واحدة تنتين اتش تو وهون واحدة تنتين ثلاث نقصها اتش وهون سي اتش ثري وأنا بعبّه وبعد عشانكم مش عشاني أنا طب اثنين مثل اثنين ابيوتانول اه اثنين مثل اثنين ابيوتانول ابيوت اربع ذرات كربون عالتاني في مثل بتحبوا من هون او من هون نفس الاشي هاي سي اتش ثري وعالتاني في اول هايو و اتش ها نفس الذرة طب عبوا الاتشات اه احنا المنعبّيها ومنقولها يا احلى ما في الكون احلى اتشات هاي اتش ثري او مسكين طالب بس هاي بعرفش عند الاتشات واحدة كمّلها لأربعة تنتين ثلاث أربعة طب هون واحدة تنتين ثلاث أربعة واحدة تنتين اتش تو وهون هاي اتش اتش ثري وإلعب يا معلم وهاي تسمية الكحولات بي تسمية عا فكرة الكحولات لكل الطلاب بحبها بتعملش مشاكل صياغها بسيطة جدا افرقوا وقاللي اتنين اتنين فاصل ثلاث ثنائي ميثيل اتنين بنتانول اه اتنين بنتانول ويلا يا معلم نبدأ دائما نبدأ باسم اطواصيسري وان تو ثري فور فايف هاي بنتانول وين الال عالثاني بدي أبدأ من اليسار عادي استاذ عادي جدا هاي اثنين او اتش عالثاني يعني او اتش طب اثنين وثلاث ثنائي مثيل عالثاني فيه سي اتش ثري حلو وعالثاني الثالثة فيه سي اتش ثري وكمل وكمل اتش اتش يا معلم كمل اتش يلا سي بعطيها اتش ثري حلوين طب هون واحدة انتين ثلاث اربعة واحدة انتين ثلاث هاي اتش واحدة انتين اتش دو وهون واحدة هاي اتش اتش وبالتالي شو منقول يلا اسم هاي البطاقة الشخصية تبعتها العائلة الكحولات الصيغة رويتش 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 اسم المجموعة الوظيفية هايدروكسيل استاذ شو هي هايدروكسيل تمام اذا بدكو احسن من هيك ولا احلى من ذلك بسيطة وسهلة وحلوة ويقدر الطالب انه يتعامل معها بشكل ايش بسيط جدا طيب خلينا نشوف عائلة اخرى اسمها الايثارات شو اسمها الايثارات الايثارات عائلة عضوية رمزها ر او ار ار او ار انا بدلعها رر ايش لقبها الرر طب الرر هاي ابيقول لك استاذ ار شحطة شو يعني شحطة هاي فتحة يعني يعني بيقصد فيها بتهمكوش كثير انه مش شرط هاي الار تشبه هاي الار يعني مش شرط يكونوا نفس النوع طب مين هم الار هذول استاذ هذول الار عبارة عن كربون وهيدروجين عبارة عن مجموعة الكل مجموعة الكل كلمة ايش وراها ايثر يعني بالطريقة هاي ال او هاي ال او ال او بتعمل رابطين في عليها فردتين ار و ار الارات مش شرط يكونوا متسويات بيذكروا اسم ال ار هاي واسم ال ار هاي وبعدين بيقولوا كلمة ايثر وبالطريقة هاي فش ترقيم بنرقمش احنا بالطريقة هاي تسمية ال ايثر بسيطة جدا تعالوا نشوف طلعوا ال او اهم اشي تتذكروا فيها رابطين تعمل رابطين هاي وهاي اول ايشي بس تشوفوا المركبة بقول ايثر اذا ما قلتش ايثر عندك المشكلة غير اللون شو بتحبه نختار الاحمر هاي الاحمر يلا او هاي ايش لحالها ميثيل طب وهاي لحالها ميثيل شوف ما اسهلها عادي ميثيل مثيل بيجي واحد نقول ميثيل مثيل ميثيل ايثر وليش تقول تقول ثنائي مثل ايثر ثنائي مثل ايثر هسه هاي ثنائي مثل ايثر طلعوا كيف ممكن يتفننوا عليكو شوي بيجي بيكتبها هيك CH3 باي 2 او ايوه شو يعني CH3 باي 2 انه على ال او معروف لديكم انه ال او بتعمل رابطين ففي فردتين انا بسميهم فردات نفس النمرة حول ال او يعني سي هون وسي ساعتها بقدر يحطهم قوس اي شخص بيقرأ CH3 باي 2 هي بفقوها غلط لولاتي بيقول لك CH3 يعني CH3 او بتقول له سفر هاي CH3 بتجي ايش وراها CH3 في السلسري انتم شفتوا يمكن اي سلسري كربوني CH3 CH2 CH2 وهكذا طب استاذ CH3 باي 2 او تعني انه ال او بتعمل رابطين انه في فردتين من مجموعة الالكين CH3 على اليسار و CH3 ايش على اليمين زي هاي الصيغة طلعوا طب هاي استاذ اثل اذا زي بعضهم الفردات اه بنقول ثنائي اثل ايثر ثنائي طب ليش بنقول ثنائي لانه ثنتين من نفس النوع طب بقدر اختصرهم باقواس طبعا لانه الفردتين جد بعضهم ساعتها بقول CH3 CH2 الكل باي 2 او طب بمتاز طب شو رأيك في الثالف هاي هذول مش زي بعضهم مستحيل يختصروا باقواس هاذا اول ايش ايثر هاي الاو طب هاي اسمها مثل وهاي الاو اثل فيه ترقيم هون فيش ترقيم ها ديروا بالكم ساعتها شو بقول اثل مثل ايثر ليش ما قلنا قلنا على احرف اي اثل مثل بقوا هي مش احرف عربية اذا بدكو اثل اي مثل ام ساعتها بس احنا منمشيها على العربية ايه تجاوزا اثل مثل ايش ايثر فبالتالي سهل نتعامل معها اذا متى بقدر هون ما لا يمكن اختصار والسبب انه الفردتين مش نفس النوع هسا فيه طلاب بتواصلوا معي بيسألوني طب استاذ لو كتبت هيك اوه بيختلف المركب نفسه اثل مثل ايثر تفرقش يسار ولا يمين بس هم اثل مثل ايش ايثر فبالتالي مكانهم نفس المكان وبدنا نقوم انتبهين رجمعة الايثرات سهلة عرفتوا شو يعني الار شحطها لانه مش شرط يكونوا الفردات او الكربونات او الارات نفس النوع بيختلفوا وممكن يكونوا ذرتين ثلاثة ولو كانوا طب الساس ثلاثة هون ووحدة هون ابربل شو المشكلة هذه نتعامل معها بكل اريحية تعالوا نشوف لنا الصيغة هاي اكتب صيغة بنائية للمركب اثل فنل ايثر حسنا بدي احكي لكم شغلة اثل وفنل واثر ايثر يعني او اه انا بدي امشي لحالي بديش تطلع هون ايثر يعني او يعني في شحطة من هون وشحطة من هون حسنا في اثل وفنل اثل زي ما بدكو ذرتين مش نسيت انه الاستاذ قال لي سي اتش تو سي اتش اتش اتري او سي تو اتش فايل وفنل الاستاذ قال لي هي حلقة بنزين صاح جوا تدويرها هاي فنل لما يكون نعمل البنزين كتفرع اتفقنا انه منقول له فنل يعني لما نعمله كمجموعة الكل ساعتها اتش تو اتش ثري هايو اثل فنل ايثر طب استاذ ماهر لو كانت ابروبل ابروبل مثل ايثر طب شو هي ابروبل ومثلوا ايثر يلا ايثر او ابروبل تلاتي سي او اتحفظوا بس بحفظ انه البروبل تلاتي ومثل اللي هي سي واحدة سي اتش ثري طب لو عكستوا معادي جدا هي اتش ثري وهي اتش تو وهي اتش تو ويلعب يا معلم اذا اذا كعائلة ايثرات استاذ اعيب انه نخربط فيها الاثر ار او ار يعني انت لما بتجي تطلع الاثر تتذكر الرر رر يعني ايثر واللي بيميزه او كمجموعة وظيفية لكن لما بقول الراويتش بتقول لي على طول كحول استاذ اه يوقع بدك تكون فنان الراويتش كحول الرر هي ايش ايثر طب ممتاز الراويتش هي كحول والرر هي ايش ايثر طيب هل تعلموا انه الكحول والايثر بيجتمعوا في الصيغة الجزائية لكن هون الصيغة البنائية هون بيميزها او اتش هون او بين سلاسل كاربونية لشان هيك شوفوا المراحضة هاي انا يعني حابة احكي لكم اياها الكحول والايثر لهم نفس الصيغة الجزائية سي ان اتش تو ان او زائد اثنين او يعني لحالة هاي اه الكان كصيغة الكان مع او الكان او تعالوا اعلمكم عليها شوي يعني من الاخر هذول اي صيغة جزائية لها الصيغة الكان مع او هي بتزبط تكون كحول وبتزبط تكون ايثر تعالوا افرجيكم الصيغة هاي اكتب الصيغة البنائية يعني اكتب المصاويات من الاخر للمركبات التي لها الصيغة الجزائية سي تو اتش سكس سي اثنين 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 اربع زائد اثنين ستة سي تو اتش سكس او ثنتين كربون مع ستة هاي جزين واحدة اكسجين هاي الكان مع او هاي بتزبط تكون كحول وبتزبط تكون ايثر شوف كتبت ثنتين كحول حلوة مش بطالة تزبط واحدة تكون كحول وبتزبط منها نعمل ايش ايثر طب استاذ انا بعرفش اكتب انا اللي بدي اعلمكم لها سي تو اتش سكس او ازبطها كحول بس اهم اشي اذا بدكو نصيحتي هاي بوردو اهم اشي هاي بدي افرجيكو كيف اكتبها لما بعرف انه الصيغة هي صيغة مثلا كحول على الاقل يعني انا هو اعطاني سي تو اتش سكس او انا ترجمت اقولت والله بتزبط معي كحول وبتزبط معي ايثر مصمم الا اكتب كحول كحول بحب الكحولات بحب احكيلكو عنها ليش مش ربي تمسح المساحة الكحولات الها ثقل في المادة الايثرات ما الها ثقل مشان هيك كحول ايثر دائما التركيز على الكحول اكثر رويتش الرر اول ما اقول ايثر بقول لي الطالب رر اول ما اقول كحول رويتش طيب تعالوا نكتب صيغة كم سي عندك ثنتين بدك تراعي الرابط وكم اتش ستة وكم او بقول سي سي اه مغيرناش اللهم مش مشكلة سي سي طب الكحول شو بميزها حط ال او اتش انت بتصرف من الصيغة الجزائية ذرات طب اش تطلعش على الصيغة الجزائية انت ناوي تكتب كحول من ذرتين عد الاتشات هون واحدة ناقصها ثلاثة واحدة تنتين ناقصها تنتين طب عدوا بالله اتشات كو ثلاثة وتنتين وواحدة زيتان كربونتين هاي كربونتين و او واحدة اذا بنيت منها او اتش كحول بقول لك طب لو حطينا الو اتش هون ما هي نفس الاشي ذرتين كربون بالنسبة لل او اتش ما بتغير مكان الو اتش يعني ما منرقمها ما اتفقنا عليها هاي والكل بد يكون ام صح صح لها لا ما تغيرش اللون سامحونا يلا يا لوح طب استاذ بنكتب ايثر تعالوا نحط او بالنص حطينا او طب استاذ او لازم تكون محاطة من الطرفين بكربون كم كربوني تنتين ففتي ففتي واحدة واحدة هين وزعت صرفت سيستين اه راغل سيات صرفت او صرفت شغل لاتشات وزعت شاتك وزع اتشات وريحني هاي سي اتش ثري اي والله حطيت ستة ثنائي مثل ايثر اه ثنائي مثل ايثر وهون عبارة عن ايثانول ثنائي مثل ايثر هون ايثانول نول حلوين اه حلوين مية بالمية طب تعالوا ناخد الصيغة الثال اللي هي مطلوبة انا كاتبها وكاتب مصاوغاتها بس بدي اشرح لكم اياها انا هيك بحب انا دائما مش يقرأ الطالب المثال اللي هو بحب اني اشرحه سي ثري اتش ثماني ثلاثي ثلاثي باثنين زائد اثنين هاي لحالها لهون الكان لزك تلقو هاي بتزبط معي كحول وايضا ايثر طب مدام زبطت معي كحول وايثر بدي اصحصح وبدي اكون جدع كيف الطلاب بقول لك طب اعطينا ايثر هاي اوه بقول له كويس كمسي ثلاث شو اقسمهم يعني واحدة ونص واحدة ونص تزبطش فرح تكون ثنتين وحدي طب استاذ هون ثنتين ولا هون وحدي زي ما بدك حب هون وحدي او ثنتين وهون وحدي او هون ثنتين وهون وحدي زي ما بدك اللي برأيه حقا عم بيتشاتك اتش ثري و اتش دو و اتش ثري وبعد هيك مستحيل تعطي اي صيغة اخرى للإيثر ايو ايثر مستحيل لكن في الكحول ايوه الكحول بدنا نكون شاطرين الكحول استاذ ار او اتش هدولي ثلاثة سي طب المفروض الاستاذ منبهني انه استاذ ثلاثة سي انا برقم ممكن تيجي ال او اتش عالطرف و ممكن تيجي ال او اتش بالنصة طبعا و اذا مش عارفها بتروح علي تردرتين لاحطوا ما فيش وش كلي في ال او اتش لكن ثلاث لها مصاوغين ممكن تيجي ال او اتش عالطرف هايها و ممكن تيجي في وسط السلسلة يعني اتنين بروبانول وكمان واحد بروبانول ساعتها امورنا مية بالمية وبالتالي فيش عندي اي مشكلة في كتابة هاي الصيغة منشان هي لما جينا كتبنا الصيغة البنائية للمركبات سي ثري اتش ثمانية او لها مصاوغان عبارة لها مصاوغان كحول و مصاوغ ايثر بس انا شو كاتبهم ثلاثة جامع مركبان كحوليان والاخر ايثر هاي واحد بروبانول او اتش على الطرف او تجي على النص هذا خطأ مطبعي هون خلي نزبط لكم باللون الاسود لا ما غيرش اللون وهاي تمام هيك هاي اتنين بروبانول ايها هيك تمام اتنين بروبانول واحد اتنين ثلاث هاي اتذرة الثانية هون واحد اتنين ثلاث ثم الايثر اللي هو CH3 CH2 O CH3 اثل مثل ايثر مية بالمية امورنا تمام مش عنا اي مشاكل في هاي المركبات العضوية اذا احنا اليوم حكينا عن ثلاث عائلات هاليدات الالكل والايثرات والكحولات ولاحظوا الايثرات والكحولات يمتازوا بوجود نفس المجموعة الوظيفية آسف نفس صيغة جزئية المجموعة الوظيفية يختلفوا اول ما تقول كحول آه استاذ R O H اللي بميزها O H تقع طرف في الوسط ملناش علاقة بينما الايثر في O لازم تجي بالنص هي عبارة عن ايش ايثرات واخذنا كمان هاليدات الالكل الريكس في شغلي قبل ما انهي الحصة بده نبه عليها هسا انا علمتكم شغلي في السلاسل الكربوني لما بكون عندي حلو طب خلينا نقول هيك C H 2 2 H انا احنا شغالين في الكحولات بالناس نرجل الكلام هسا هايا استاذ ماهر كحول ولا مش كحول استاذ 100% كحول طب شو عرفك يا شاطر استاذ F H انت ممتاز مدامك ممتاز وقدع خلينا على اللون بس نحط 2 وبعدين نغير اللون طب مدام ممتاز وقدع يلا نسمي هذا المركب تعالوا نسميه اول اشي بنعد اطول السلسلة من وين نعد من هون خوى قصب عن واحد بيجيك طالب ما اغير اللون يا للأسف ظلنا شغالين بالالوان اليوم لون وهاي رح تزبط اي احمر واحد بيجي بيقول لك واحد اتنين ثلاث لا يا حبيبي واحد اتنين ثلاث اربعة هذول ثلاث كربون صح اه صح استاذ واحد تنتين ثلاث اربعة خمسة اذا والله بتفرق معنا واحد بنتانول واحد بنتانول وان تو ثري فور فاي يعني واحد وثلاث ووحد خمسة هذول اطول السلسلة بيجي الطالب بيقول لك ثلاث واحد بربن الخطأ هسه في شغلة بتكن تنتبهولها شفتوها هسه في الايثا مرات بيجي بقول لك CH3 باي 3 COH سميلي هذا المركب انا سأل الطلاب كلهم بدون استثناء بيجي بقول لك واحد تنتين اه تنتين ثلاث اربعة استاذ واحد بيوتا اه واحد بيوتانول بتقول له خربيش تجاج هاي استاذ واحد بيوتانول طب ليش واحد بيوتانول هذا خطأ فادح طب ليش استاذ خطأ فادح هذا الكلام ما بيصير انت الان CH3 ولا يمكن CH3 تفك سلسلة امرك شفت CH3 وراها CH3 وراها شو هاي هاي اصلا عام لخمس روابط ساعتها هذا الكلام خاطئ الطلاب بنغدر بفكرها زي CH2 CH2 تضع في اقواس وبتفك كزي المزيك CH2 لمها او بعدها بظلوا سلسلة ورا بعضهم CH3 تجيش سلسلة طب حتى الطالب يفترض ينتبه انه فيه اعاقة كيف هي الاعاقة اقول لك شو قصد شو قصدك شو قصدك يعني في اعاقة لازم انتبه قصدي يعني مش سوء لا تاخذ نية عاطلة بانه في اعاقة ماش الحال قصدي انه اخي هاي C وضحها مش طبيعي فC H3 بتفكش سلسلة عبارة عن C بفكها زي هيك C H3 عليها واحدة C H3 وكمان C H3 مزبوط وبعتين بالك قبلها الو H طلعت صيغة بيت بيت البت طلعوا C عليها C H3 C هيك بطلت تجي بتقوله للطالب سميليها طلعوا كيف طلبنا بيجي بقول لك واحدة عليها طلعوا كيف من الهبل هون هبل التسمى بيجي بقول لك طول السلسلة واحد 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 ثلاثي مثيل مي ثانول يا باي شو سويته في طالب ثاني سميها قال لأشطر قال أستاذ طول السلسلة واحدة انتين هاي واحدة انتين واحد واحد ثنائي مثيل إيثانول اثنين نسو لأيوباك هون انت عرفت تفكسي احي ثري ثلاثي سي احي ثري بس الأيوباك هون قال ابحث عن أطوال سلسلة طب وين أطوال سلسلة حضرتكم أطوال سلسلة حضرتك بدك تلاقيها تعد أطوال سلسلة مش شرط ان تكون الو اتش رقمها واحد بدك تدور لعا أطوال سلسلة وأطوال سلسلة واضحة هي إذا بدك تعدها أفقي أو هيك بصير واحد اثنين ثلاث ايه صار ثلاثة فاتوا جوا السلسلة اللي قد جاء على الثاني فبنقول اثنين مثيل اثنين بروبا نول انتبهوا لها سي اتش تو بتفك سلسلة سلسلة سي اتش ثري باي ثري أو باي تو ليست سلسلة وكان الله في السر عليم كانت هاي آخر ملاحظة هاب احكي لكم اياه في حصة اليوم طبعا رح نبدأ في الحصة القادمة بعائلة أخرى من العائلات المركبات العضوية اسمها الأمينات وطبعا كلها عائلات سهلة طرم لقدت الطريقة اذا ما درست بشكل صحيح بتروح علي في النهاية لا يسعني إلي اني اشكر كل طلابنا اللي بيحضروا معنا التأسيس وما نقول لهم خليكم تابعين حسا فيه وقت كافي وبيسألوا الطلاب أستاذ ماهر بالنسبة للدورة الدورات بكير عليها انتوا يا طلاب الأول ثانوي رح نبدأ ان شاء الله تقريبا مواحد سبعة رح نبدأ ورح نبدأ تأسيس بس تأسيس لا إيش نبدأ بتأسيس لإشي اللي بدنا إياه من الوحدة الأولى والوحدة الثانية وما منترك لكم إشي كونوا مطمئنين لا توتر حالكم بكفة كورونا وابترتنا ما بتكونوا منتخليكم ريلاكس وأنتم في أمان مع الأستاذ ماهر نجم بإذن الله طبعا لأمان بالله أولا وأخيرا يعضيكم ألف عافية نستودعكم الله وفي رعاية الله أترككم